تحتفي دول العالم في الخامس من أبريل من كل عام باليوم الدولي للضمير والذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في عام 2019 استجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله ويهدف اليوم الدولي للضمير لتعزيز ثقافة السلام والحب والضمير ليعيش الناس في عالم يتمتعون فيه بالحرية بمبادرة بحرينية ومنذ إقراره في عام 2019 من قبل الأمم المتحدة يحتفي العالم باليوم الدولي للضمير في الخامس من شهر أبريل من كل عام استجابة لهذه المبادرة البحرينية ويمثل اليوم الدولي للضمير إحدى المناسبات العالمية التي تهدف إلى إبراز جهود المجتمع الدولي في تعزيز التسامح والسلام حول العالم والتضامن والتفاهم المشترك بما يعزز التنمية المستدامة على أسس من الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان إن الضمير هو اللغة التي يخاطب بها العقل والقلب لدى الإنسان فالضمير الحي هو أساس كل فعل ذا نتائج محمودة ويرتقي بالإنسان خاصة وأن الحاجة إلى الضمير الحي تزداد مع انجراف العالم نحو المزيد من الكوارث والصعوبات والتحديات التي تخلق الطبقات الفقيرة وتوسع من رقعة العوز لذلك يأتي التضامن الإنساني والتعاون في الأعمال الإغاثية في صلب الواجبات الإنسانية المرتبطة بضمير الإنسان ويمثل اليوم الدولي للضمير فرصة لاستذكار الجوانب الإنسانية المشتركة بين البشر لأن الضمير الحي ينظر لأي إنسان دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وبإحياء الضمير الإنساني تتعزز المجتمعات المتعايشة سلميا على أسس من الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومنها حرية المعتقد اليوم الدولي للضمير نداء للعالم في وقت تتراكم فيه خطابات الكراهية وتحارب فيه القيم الإنسانية هو يوم لنداء الضمائر لتعزيز المجتمعات الإنسانية بكل ما من شأنه الارتقاء بها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر